السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفذغيلة أصحاب النيافة والغبطة أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم في مستهل كلمة أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى السادة منظم المؤتمر الدولي تطوير الحوار بين الأديان والحوار الحضاري للتعاون وأشكرهم على هذه الدعوة الكريمة وعلى حرصهم الملموس على إعلاء قيم الحوار الحضاري بين أهل الفكر والرأي والثقافة من مختلف الحضارات والأديان والعمل على ترسيخ منهجية علمية للتواصل والتحاور والبحث عن القواسم المشتركة التي تشكل الأساس المتين للتسامح والتعاون البناء بين الأمم والشعوب على اختلاف ثقافتها وأديانها وتنوع أجناسها الحضور الكريم إن العالم من حولنا يموج بمتغيرات كثيرة متلاحقة وتطورات عديدة متتابعة في مختلف المحاولات أو في مختلف المجالات هذه المستجدات تتطلب من المجتمعين من المجتمعين استمرار العمل الدؤوب على تطوير آليات الحوار بين أتباع الأديان وتعميق النقاش الحضاري نحو المزيد من التعاون المثمر وبذل المزيد من الجهد للإسهام في تخفيف معاناة الشعوب ورأب الصدع وإزالة تداعيات ممارسة العنف التي تقع من هذا الطرف أو ذاك وأمام هذا الحشد الكريم أقول بكل ثقة ويقين أن من روائع حضارتنا الإسلامية التي انطلقت منذ أكثر من 14 قرن من الزمان أنها جسدت أفضل النماذج في التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من مختلف الحضارات والثقافات والأجناس فأقرت منظومة من القيم الإنسانية المشتركة وجعلتها ديناً يتعبد به المسلمين في صلاتهم والسلوكيات معتادة في حياتهم وهذا عليه فهم السواد الأعظم من المسلمين ومن هذه المبادئ العظيمة الحرية الدينية قال تعالى لا إكراها في الدين أي لا تكره أحداً على الدخول في دين الإسلام وفي موضع آخر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما دع الإسلام بكل صراحة ووضوح إلى الحوار قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ولم يكتفي بالدعوة إلى الحوار فقط بل رسمها منهجاً بل رسم منهجها إذ قال تعالى في كتابه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإذلك قرر الله سبحانه وتعالى في محكمة الكتاب وحدة الإنسانية وأن الناس جميعاً ينحدرون من نفس واحدة أصلهم واحد وخالقهم واحد ومصيرهم ورازقهم واحد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً الحضور الكريم إنه في الوقت الذي خلق الله سبحانه وتعالى الناس مختلفين قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أقر أن هذا الاختلاف بين الناس في أجناسهم ولغاتهم وعقائدهم لا ينبغي أن يكون منطلقاً أو مبرراً للنزاع والشقاق بين الأمم والشعوب قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائد لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبيع ومن القواعد الشرعية الثابتة والمستقرة في الشريعة الإسلامية في شأن التعاون مع أهل الكتاب لهم ما لنا وعليهم ما علينا أي لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات ومن صور الدعوة للتعايش في الإسلام قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين هذه التعاليم والتوجيهات الإسلامية لا تزال حية وفاعلة وقادرة على صقر العقل الإسلامي وتوجيه سلوك الأمة وتعاملها مع كل البشر في كل زمان ومكان ولا ريب عند الحوار الحضاري قد أصبح في عصرنا الحاضر أكثر الحاحن لتجنيب الأمم والشعوب ويلات النزاعات والصراعات الحضور الكريم بعض هذه جوانب هذه بعض جوانب الصور الناصعة النقية للدين الإسلامي التي تستهدف إقامة جسور للتواصل مع الآخر بما يحقق النفع الإنساني العام ويعزز من معاني التعاون البناء بين الشعوب وختاماً نجدد شكرنا وتقديراً للقائمين على هذا المؤتمر ونثمن حرصهم على جمع هذا التنوع الثقافي لمناقشة وبحث قضايا على مستوى كبير من الأهمية آملين أن يسفر هذا المؤتمر عن توصيات تسهم في تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش السلمي والتواصل الحضاري وتصب في الجهود الرامية لمكافحة كل صور وأشكال الغلو وتطرف والإرهاب في العالم وأقترح أن يتضمن البيان الختامي توصية بإدانة واستنكار جميع الممارسات والسياسات المتطرفة التي تهدد أمن وسلامة شعوب العالم بغض النظر عن دين مرتكبها وثقافته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله